أهلا بيك رغم كل اللي بيحصل أهلا بيك رغم كل الأحداث اللي عمالت أتفاقم كل شوية أهلا بيك ووعد مني إنك لما تخلص الرسالة دي في آخر ثانية فيها هتكون متغير تغير بنسبة 180 درجة ورسالة دي بإذن الرحمن الرحيم هتكون سبب في تغيير حياتك لأفضل وأروع مما تتخيل قبل ما يبدأ الرسالة هسألك سؤال وعاوزك تفكر فيه بعمق تفتكر إله الكون خلقك وسايب مصيرك في إيد ناس تانية؟ تفتكر من العدل إن أنت تبقى قاعد خايف أو متدايق عشان مصيرك بإيد بابا أو ماما أو بإيد محافظ أو بإيد رئيس حكومة أو بإيد رئيس جمهورية تفتكر طبيعي إن يبقى مصيرك في إيد حد سواء كان إيجابي أو حد سلبي تفتكر مصيرك ممكن يكون في إيد حد بلطجي ولا حد مكار ولا حد عاوز يأذي تفتكر الكلام ده بجد ولا إحنا اللي غلطانين تفتكر في حاجة ضايع في النص إحنا مش فهمينها فكر بعمق وإن شاء الله هتلاقي الإجابة وإنت بتسمع الرسالة الصوتية الرسالة بعنوان جلسة سلام ملف التمهيد سلام عليكم سلام على كل من يحبون السلام سلام أيضا على كل من لا يحبون السلام سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على إلياسين سلام على عيسى سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا سلام على محمد سلام من السلام لنبي السلام الذي أرسل رحمة للعالمين رحمة للعالمين كل العالمين فسلام على العالمين وسلام على المرسلين سلام على كل البشر باختلاف ألوانهم وأعراقهم وجنسياتهم ودياناتهم وعشان ربنا اسم من أسماء السلام فهو شرع لنا في كل الدين اللي يخلي حياتنا سلام في سلام الشخص اللي عنده وعي وعنده إدراك عالي هيلقي السلام موجود في كل الكتب السماوية لأنه جاي من عند إله السلام رب العالمين السلام موجود في التوراة اللي بيسميها البعض العهد القديم واللي جات بتأكد كل اللي قبلها من الكتب الرسالات والسلام موجود في الإنجيل اللي بيسميه البعض العهد الجديد واللي جيه يؤكد اللي قبله من الكتب الرسالات والسلام موجود في القرآن واللي بيسميه البعض العهد الأخير واللي جيه يؤكد اللي قبله من كل الكتب الرسالات في التوراة سلام لكم لا تخافوا إلهكم وإله أبيكم أعطاكم كنزا في عدالكم وفي موضع تاني وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام وفي موضع تاني وأجعل سلاما في الأرض فتنامون وليس من يزعجكم وفي الإنجيل طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون وفي موضع تاني المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة وفي موضع تالت سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب وفي القرآن سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقوب الدار وفي موضع تاني سلام قولا من رب الرحيم وفي موضع تالت فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون طيب لما السلام من إله السلام وربنا سبحانه وتعالى عاوز لنا السلام على الأرض طب ليه السلام مش بيتحقق إيه اللي بيحصل تأمل كده في كل الناس حوليك تأمل في نفسك هتلاحظ حاجة غريبة قوي معظم الناس بيسعى للمادة من أجل الحصول على الطاقة معظم الناس بيسعى مثلا للفلوس علشان يستمتع ويرتاح الفلوس مادة والاستمتاع والراحة طاقة ممكن حد بيسعى للجواز واحد عاوز تتجوز واحد أو واحد عاوز يتجوز واحدة دي مادة من أجل الحصول على الاستمتاع والراحة ممكن حد يكون بيسعى للأولاد علشان يستمتع ويرتاح الأولاد مادة والاستمتع والراحة طاقة ممكن حد يكون بيسعى عشان يعمل شركة عشان يجيب بيت عشان يجيب عربية عشان يجيب موبايل عشان يعمل قصر عشان يجيب طيارة معظم الناس بيسعى من أجل المادة علشان يحصل على الطاقة علماء الطاقة اكتشفوا اكتشاف غريب جدا واسموه بعد كده قانون الجذب يعني ايه قانون الجذب؟ لو ان الانسان اول ما يحاول يسعى للطاقة ويجيب الطاقة كل المواد اللي تؤدي للطاقة هتظهر في حياته طبعا قانون الجذب بيكلمه في كتير وبيكلمه في بقالهم مئات السنين ويمكن بدأ يطلع قريب في 2004 وللأسف في ناس كتير الى الان لسه معرفوش عنه حاجة وللأسف اكتر في ناس مش فاهمين وما سألوش العلماء بيقولوا ده كلام فاضي وكلام مش صحيح وبعضهم بالغ وكفر الموضوع ده او قال انه هو حرم المهم في القرآن الكريم ربنا قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم يعني ايه؟ يعني اللي انت فيه عمره ما يتغير الا لما تغير ما فيه نفسك طب حط الاية دي جنب القاعدة العلمية اللي قلتها من شوية يعني المواد اللي حواليك ونوعية العيشة ونوعية الهدوم ونوعية النجاح ولا الرزق اللي انت فيه عمره ما يتغير الا لما تغير ما فيه نفسك ايه ده؟ لما تغير الطاقة اللي جواك لما تغير طريق تفكيرك كل اللي حواليك هيتغير ولو جبنا شخص اتنين تلاتة اربعة محصلة طاقتهم الاربعة هتخلي اللي حواليهم يتغير يعني لو كل واحد اتحسن من جواه هيساهم في ان هو يبقى ايجابي ويحصل على الخير وهيساهم في ان اسرته تبقى ايجابية وتحصل على الخير وهيساهم في ان مجتمعه وبلده تبقى ايجابية وتحصل على الخير في حديث نبوي بيقول في حديث نبوي في حديث نبوي في حديث نبوي بيقول مثل ما تكونوا يولى عليكم يعني لو انتوا ناس بتهمبك هيبقى عليكوا رئيس هنبك لو انتوا ناس بتكذبوا كتير هيبقى عليكوا رئيس كذاب لو انتوا ناس بتسرقوا هيبقى عليكوا رئيس حرامي لو انتم ناس صدقين مخلصين هيبقى عليكم رئيس صادق ومخلص مثل ما تكونوا يولى عليكم وعلم الطاقة بيقول زي طاقتكم هيجي الرئيس بتاعكم دي معلومة لازم تخلو لكم منها المعلومة التانية ان الاهداف في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى وضع لها طرق كتير الناس مش وحدة قبلها منها في طرق بسلام برفعة برقي باخلاق برحمة بعدل وفي طرق بعكس السلام بغل بحقد بنفور بقتل بأذية يبقى ممكن يكون الهدف واحد وناس تروح له عن طريق سلام وناس تانية بتروح له عن طريق تاني غير السلام والناس هما سبب طيب اللي بيحصل في العالم العربي دلوقتي واللي بيحصل في مصر مثلا كل الشعب المصري عاوز مصر تبقى في أمان ورفعة وسلام وعدالة وحرية صح كده في ناس بتسعى للأهداف دي بطرق سلمية وفي ناس بتسعى للأهداف دي عن طريق المعاداة وعن طريق الانتقاد وعن طريق الغضب وعن طريق الحراية وعن طريق الضرب وعن طريق القتل وكله بيسعى من أجل نفس الهدف وهو ده الترك اللي بيقع في الناس الحرامي مثلا بيسعى من أجل المال ولكنه بيسعى سلوك حرام السلوك ما يصحش والتاجر بيسعى من أجل المال ولكنه بيسعى سلوك حلال التجارة بيزنس بيعمل حاجات حلال الاتنين بيسعوا للمال واحد بيسعى بسلوك حرام والتاني بيسعى بسلوك حلال والأزكى هو اللي بيسعى لما بعد المال اللي هو الراحة والسعادة وهو ده اللي بيجني كل الماديات بأيسر الطرق لأن ربنا سبحانه وتعالى عاوزنا نوصل لكل أهدافنا بكل سهولة ويسر في نقطة مهمة الطاقة بتاعتك الطاقة اللي طالعة من جسمك اللي بيسموها الطاقة الحيوية معتمد اعتماد كبير على نوعية التفكير والصور الذهنية اللي في خيالك يعني لو أنت عملت فكر ومعتقد ومصدق أن البلد دخل على جحيم وأن أنت هيحصل لك مشاكل وأن أنت الدنيا كلها هتبوز معك هتلاقي طاقتك بقت في الأرض طاقة بقت سلبية جدا طاقة قلق طاقة رعب طاقة توتر طاقة خوف طاقة جزع لو أنت معتقد وبتفكر أن البلد مهما حصل هتبقى في أعلى حالتها ودي كلها فترة هتعدي وهتبقى أحسن والشعب هتقدم وهنعمل إنجازات وهنعمل حاجات تذهل كل اللي حوالينا هتلاقي نفسك طاقتك كلها طاقة حماس طاقة ثقة طاقة تفاقل طاقة قوة طاقة راحة طاقة هدوء واللي اتنين أفكار وكل واحد قاعد في بيته ركز معايا اللي اتنين أفكار وكل واحد قاعد في بيته اللي بيحصل بقى إن المعلومات دي اتعمل فيها دراسات كتير واكتشفوا إن في حاجة اسمها العقل الجمعي يعني إيه العقل الجمعي؟ يعني لو جبنا عشرين شخص كلهم متشأمين وعشرين شخص كلهم متفقلين بينشأ مجال طاقي ما بين كل واحد فيهم اسمه العقل الجمعي أو العقل الجمعي العشرين المتشأمين بينشأ منهم عقل جمعي الطاقة بتاعته بقوة مجموع العقول اللي بيفكر بنفس الطريقة وفي نفس الدرجة من الطاقة والمجموعة التانية بينشأ منهم عقل جمعي قوتهم وحصلة الطاقات بتاعتهم وطاقة تفكير كل واحد فيهم الأقوى منهم بقى هو اللي بيجذب وبيشد الأحداث للبلد هكرر تاني الأقوى منهم هو اللي بيجذب وبيشد الأحداث للبلد عشان كده عمر أحداث البلد ما هتتضبط إلا لما كل شخص يغير طريق تفكيره ويغير ما في داخله يقوم أحداث كل البلد تتضبط هرجع وقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم طب لو الأحداث كانت صعبة والأحداث فيها مشاكل والناس استمدت أفكارها من الأحداث يبقى البلد هتبقى في تحسن ولا إلى أسوأ إلى أسوأ يبقى لما يحصل أحداث سلبية والناس تستمد الأفكار بتاعتها من الأحداث السلبية يبقى البلد هتفضل في أسوأ وأسوأ وأسوأ لغاية ما الناس يغيروا طريق تفكيرهم ويخلوها إيجابية عشان الطاقة بتاعة العقل الجمعي بتاعة محصلة طاقات الأفكار دي هي اللي تغلب محصلة الطاقات السلبية فتبدأ البلد تبقى أحسن وأحسن برضو إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فالعلماء بيقولوا بقى يعني إيه المتشائم ويعني إيه المتفائل المتشائم هو اللي بيستمد الأفكار بتاعته من الأحداث اللي بتحصل عشان كده دايما طاقته سلبية ودايما بيحصل له مشاكل والمتفائل هو اللي بيستمد طاقته وأفكاره من الأهداف اللي هو عاوزها ومن ثقته في نفسه ده الكلام العلمي والعلماء لقوا مشاكل كتير لما اكتشفوا المعلومات دي لأن الإنسان لما يكون في مشاكل ويحاولوا يقنعوه ويقولوله تفائل اللي جاي أحسن بيعود يضربوه وبياخدوه وقت طويل عشان يقنعوه بكده ما بيعرفوش لغاية ما لقوا إن الدين والحاجات الروحانية هي اللي بتساعد كده فبدأ العلم مؤخرا يضطر إنه يدخل الدين في العلم وسموه الـ الطريق الروحاني وبدأ العلم في الفترة الأخيرة يتجه فيه اتجاه رائع جدا بقوة لما لقوا إن الاتجاه الروحاني وربط الإنسان بالإله هو اللي بيقوي الإيمان ده وبالتالي بيغير التفكير وبيغير الطاقة يقوم يخلي كل الأحداث بتاعة البلد تبقى أحسن وده اللي موجود في ديننا المتفائل عارف إن فيه إله وعارف إن الإله ده عدل حكيم وواثق من كده عشان كده هتلاحظوا دايما إن المتفائلين مستمتعين ريئين مفيش حاجة بتأثر عليهم واللي حواليهم بيفكروا إنهم عايشين في كوكب تاني لا هو بقى متفائل فبقى أهدافه بتتحقق هو الوحده عايش سعيد هو الوحده الرزق بيجيله هو الوحده بياخد اللي هو عاوزه اللي هو أهدافه كلها متحققه عايش في سعادة عايش في راحة والدنيا براحتها لما يبدأ الناس يكتروا في البلد المتفائلين البلد كلها بقى هتبدأ تبقى طاقتها طاقة تفائل وبالتالي هتتحسن الحياة فيها والخير هينهال عليها والرزق هينهال عليها هأكد تاني بل تالت وعاشر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم هنا خطورة الإعلام بقى وأرجو كل إعلامي بيسمعني بالله عليك بلدك أمانة بين إيديك وإنت بتنشر الخبر بطريقة فيها تفائل بطريقة تزرع جوه الناس التفائل والأفكار الإيجابية لأنك لو أنت نشرت الخبر بطريقة فيها تشاؤم هتخلي المتشأمين يستمدوا القناعات من هذه الأخبار والبلد هتبدأ تقع وتنزل وإنت مش واخد بالك إنك بتخرب البلد أكتر مما تتخيل بالله عليك صديق الإعلامي أخوي الإعلامي انتبه لأن المعلومة دي غاية في الخطورة من هنا بدأت الأبحاث تتجه نحو دراسة الإيمان ودراسة اليقين والبليف وفوجئه مفاجأة رهيبة جدا إن الإنسان كلما كان مؤمن بشيء والإيمان بتاعه ده قوي كلما الشيء ده اتحقق وتشد لحياته اتجذب لحياته هكرر تاني كلما الإنسان كان مؤمن بشيء الشيء ده بيتحقق وبيجذب إلى حياته وبيظهر في حياته فبدأ الغار بيتكلم في الموضوع ده بقوة وبيتكلم عن البليف وقوة الفكرة والكلام ده وعملوا فيها أبحاث كتير وبرده اضطروا في الآخر للرجوع للدين لأن الدين بيتكلم في الموضوع بتاع الإيمان واليقين بصورة أروع مما نتخيل لو ركزنا في الإنجيل هتلاقي سيدنا عيسى قال بحسب إيمانكما ليكن لكما وفي موضع تاني لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر فتطيعكم وفي موضع تالت لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل ولا يكون شيء غير ممكن لديكم وفي موضع آخر وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى وفي موضع آخر الذين بالإيمان قهروا ممالك صنعوا برا نالوا مواعيد سدوا أفواه أسود أطفأوا قوة النار نجوا من حد السيف تقوّوا من ضعف صاروا أشداء في الحرب هزموا جيوش غرباء وفي موضع آخر أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان وفي القرآن قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وفي موضع آخر وكذلك ننجي المؤمنين وفي موضع آخر وأن الله مع المؤمنين وفي موضع آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم وفي موضع آخر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وفي موضع آخر وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا انتبهت الآن إلى قوة الإيمان واليقين اوعى تخلي الأحداث اللي حواليك تزعزع إيمانك اوعى تعبد الأحداث أيوة لو الأحداث اللي حواليك زعزعت إيمانك يبقى أنت بتعبد الأحداث ومسدق الأحداث أكتر من تزديقك لرب الأحداث اللي بيعبد الأحداث هتلاقي دايما موده بتغير كل ما الأحداث تتغير لو الحدث بقى إيجابي هتلاقي مبسوط وسعيد ولو الحدث بقى سلبي هتلاقي متشائم زعلان محبط مكتئب ده اللي بيعبد الأحداث لكن اللي بيعبد رب الأحداث هتلاقي على طول متفائل طقته إيجابية وهتلاقي دايما كل حياته أروع مما تتخيل محصلة حياته كلها هتلاقيها إيجابية مريحة جدا وربنا قال في القرآن ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا كذبوا يعني ما حصل لهمش الإيمان ده يعني أنا النهاردة لو الأحداث هي اللي ادتني المعطيات والمعلومات يبقى أنا كذبت اللي ربنا قاله طالما أنا مرتحتش يبقى أنا أكذب اللي ربي قاله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا حطوا خمسمائة خط تحت كلمة كذبوا وتعرف اللي كذبوا من قلوبهم القلب بيبين لك إذا كنت مصدق ولا مكذب في حتة مهمة لازم تنتبهوا ليها الآيات اللي بتتكلم على الإيمان وإن ربنا سبحانه وتعالى مع الذين آمنوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين ركز في المثال ده كده لو واحد بيعرف ربنا واحد ملحد اللي اتنين بيحربوا بعض تفتكر مين اللي هيفوز ما تتسرعش المؤمن بالنصر أكتر هو اللي هيفوز لو الملحد مؤمن بالسلاح بتاعه ومؤمن بالقوة بتاعته أكتر من إيمان اللي يعرف ربنا بربنا يبقى الملحد هو اللي هيفوز لأن ساعتها كان إيمانه أقوى من إيمان اللي يعرف ربنا وربنا وعد إنه هيبقى مع الذين آمنوا وده اللي بيفصر اللي بيحصل في كل حتة بص دايما على الأحداث وبص مين اللي انتصر وفاز تعرف مين المؤمن ساعتها الخسر لازم يعلي إيمانه علشان يرجع تاني ويحقق النصر هكرر تاني ربنا مع المؤمن وبينصر المؤمن في حتة مهمة لازم نخلي بالنا منها أنت مؤمن دلوقتي أن البلد دخل على جحيم ولا مؤمن أن البلد هتبقى أحسن وأحسن لو أنت مؤمن أن البلد دخل على جحيم ربنا هينصرك في الإيمان ده ولو الشعب مؤمن أن البلد دخل على جحيم يبقى هم كذبوا باللي ربنا قالوا وربنا هينصرهم في الإيمان ده لغاية ما يغيروا ما في أنفسهم ساعتها هيتغير كل اللي حواليهم ركز كده القرآن قال إيه على موضوع الإيمان مجموعة من الناس حد جاء لهم إلحقوا في ناس بتخطط عشان تأذيكم وهتموتكم وهتقتلكم ساعتها قالوا إيه عادي حسبونا الله ونعم الوكيل بإيمان بص ربنا قال عنهم إيه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء لما الإعلام يطلع يقول لك خلي بالك في مجموعة بتخطط عشان تعمل كذا ولا في دولة بتخطط عشان تعمل كذا أنت بقى بتزداد إيمان بربنا وبتقول حسبي الله ونعم الوكيل عشان تنقلب لم يمسسك أي سوء ولا بتصدق وبتكذب إيمانك بربنا وبتصدق أنهم يعملوا كذا وبتخاف عشان ربنا ينصرك في إيمانك ده وتبقى أنت وغيرك وغيرك السبب في ضياع البلد والسبب في كل المشاكل للعملة تحصل وانت مش واخد بالك البلد أيمى على الناس البلد ما هي إلا شوية طوب وناس وكل النتائج سببها الناس ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فانتبه في حتة مهمة كمان أشر لها القرآن لما كان بيقول إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا ليه؟ لأنهما مؤمنين المؤمن في الحرب بعشرة قوة تغلب عشرة لأنه مؤمن وفي آية خطيرة تانية ربنا قالها في القرآن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيكم ضعفا في إيه؟ ضعف إيمان لما الإيمان ضعف شوف النتيجة فإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإياكم منكم ألف يغلبوا ألفين إيه ده؟ لما الإيمان نزل والإيمان قال بعدما كان الواحد يغلب عشرة بقى الواحد يغلب اتنين والزاكي يفهم والزاكي يبقى واخد باله أنا هبقى مؤمن ومركز مع ربنا سبحانه وتعالى ومركز مع الله في كل اللي عايزه في حياتي ولا بخاف وأقل الإيماني عشان قدريتي تقل وبنفس المقياز ده يبقى اللي ما عندوش إيمان خالص هيتغلب إذا كان الواحد بإيمانه يسوي عشرة ولو الإيمان قال يسوي اتنين ولو قال أكتر يسوي صفر ولو قال أكتر غيرك هو اللي يغلب لأن الإيمان ساعتها هيبقى هو اللي عنده مش عندك أنت لأن لازم على طول يكون فيه إيمان طالما فيه اتنين بيحربوا بعض فيه إيمان اللي الإيمان عنده أعلى هو اللي هيفوز وهو اللي هيعلى فلو أنت إيمانك قال يبقى الإيمان عنده هيبقى أكتر وهو اللي هيغلب وهو اللي يفوز وهي معادلة علم الطاقة اكتشفها وعلماء النفس بيتكلموا فيها والناس مش واخدة بالها وتيهين في زحمة الأحداث وبيعبدوا الأحداث وبيعبدوا برامج التوكشو وبرامج الأخبار وعايشين في رعب من غير ما ياخدوا بالهم فاكر قصة سيدة هجر عمرك فكرت هو ليه ربنا كرمها هي ما كانتش من الرسل هي كانت مؤمنة لما سيدنا إبراهيم سبها في الصحراء مع ابنهم الصغير إسماعيل سألته سؤال الله أمرك بهذا قال نعم قالت له إيه إذن لن يضيعنا إيمان في الصحراء أيوة في الصحراء وبالإيمان ده وهي وفقة إن ربنا هينصرها قامت تعمل اللي عليها كت النتيجة اللي لازم ربنا ينصرها إشارة عشان تخلي بالك دايما وتعمل اللي عليك في حتة مهمة قوي الدين لم يغفلها حتة الماكرين يعني ممكن يكون ناس صالحين في المجتمع وفي حد بيمكر المكر لغويا معناه التدبير في الخفاء يعني حد عمال يتكتك ويدبر في السر عشان كده في مكر خير ومكر شر أنا ممكن يكون بتكتك وبخطط عشان أعمل لمراتي مفاجأة في عيد ميلادها أنا كده بمكر مكر خير ممكن حد يكون بيتكتك ويخطط عشان يقتل فلان أو يغتصب أرض فلانية ده بيمكر مكر سيئ فالمكر نوعين مكر خير ومكر سيئ ربنا سبحانه وتعالى إله الكون ما سبناش كده للماكرين لأن الماكرين بيتعاملوا في الخفاء ماكرين مكر السيئ فعشان ما تعيش في رعب قالك اتطمن طالما أنت إيجابي وطقتك إيجابية ووافق في إلهك لا يمكن حد منهم يضرك إلا لو أنت خفت وقعدت عايش في الرعب وعايش في الخوف ركز كده في الإنجيل من يغطي بغضه بمكر يكشف خبثه بين الجماعة من يحفر حفرة يسقط فيها ومن يدحرج حجرا يرجع عليه يعني اللي بيعمل حاجة وحشة بترجع له في موضع تاني من رمى حجرا إلى فوق فقد رماه على رأسه والضربة بالمكر تجرح الماكر ومن حفر حفرة سقط فيها ومن نصب شركا استيد به من صنع المساوئ فعليه تنقلب ولا يشعر من أين تقع عليه وفي موضع آخر من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه أن تتكلما بالمكر ليعرض عن الشر ويصنع الخير ليطلب السلام ويجد في أثره لأن عيني الرب على الأبرار وأذنيه إلى طلبتهم ولكن وجه الرب ضد فاعل الشر فمن يؤذيكم إن كنتم متمثلين بالخير وفي القرآن وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وفي آية ثانية سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون وفي موضع آخر وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وفي موضع آخر أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون وفي موضع آخر واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون لأن خلاص أكيد ربنا هيتكفل بيهم وفي موضع آخر ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وفي موضع آخر فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين وفي موضع آخر شايف كمية التطمينات من رب العالمين لأن الماكر أنت ما تعرفوش فهو تكفل به شو في موضع آخر والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور وفي موضع آخر فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وفي موضع آخر شايف الكمية شايف العدد عشان تنتبه وتخلي بالك وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار وفي موضع آخر استكبارا في الأرض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا عمر السنة ما هتتغير السنة والقانون اللي إله الكون وضعه في الأرض مستحيل يتغير دايما اللي بيمكر مكر السوء ربنا سبحانه وتعالى هيرجعها عليه فبيكون هو بيمكر وربنا بيمكر مكرهم مكر سيئ ومكر ربنا مكر الخير وقال في القرآن ومكر ومكر الله والله خير الماكرين وقال آية تانية ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين دايما مكر ربنا الخير والمكر التدبير في الخفاء من غير ما حد يحس بعد كل ده هتبقى مرعوب هتبقى خايف إلهك بيحميك بيقولك ركز بس على نفسك ركز وانتبه ركز على أهدافك ركز على الإيمان ركز ان ربنا هينصرك واتحقق أهدافك كلها وسيب الماكرين علي طول ما انت إيجابي وطقتك إيجابية مستحيل حد يضرك ولا يئذيك بكرر مستحيل حد يضرك ولا يئذيك ركز في الآية دي كده يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا هَتَدَيْتُمْ تاني يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْضَلْ إِذَا هَتَدَيْتُمْ لما تتهدي وربنا يهديك بعدما تركز على نفسك مفيش حد هيضرك مفيش حد هيضرك يبقى من النهاردة تخلي بالك مطلوب منك وانت قاعد بتسمعني وانت في بيتك بس تكون في حالة ثقة وفي حالة إيمان إن اللي جاي أحلى في معلومة علمية بتقول لو أنت معاك سهم وعاوز ترميه بعيد كل ما شدته الورا أكتر كل ما انطلق لأبعد عشان كده دايما الإنسان من سنن الله في الكون إنه هو أول ما يعمل حاجة هيلخبط هيفشل أول مرة مشيت وقعت أول مرة مسكت القلم لخبط أول مرة حاولت تتكلم لخبط وبالتالي أول مرة هتتجوز هتفشل أول مرة هتزاكر هتفشل أول مرة هتدخل امتحان هتفشل أول مرة هتربي هتفشل أول مرة هتعمل ثورة هتفشل أول مرة هتحاول تقوم بالبلد هتفشل طيب الحل إيه؟ علشان أتفادى هذا الفشل اقرأ واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون تقرأ وتشوف اللي قبليك عملوا إيه؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين خلوا من قبلكم لما تقرأ هتتعلم فهتبقى عارف فهتتعلم من أخطائهم فهتتفادى الأخطاء أول مرة هتسوق عربية لازم تفشل طب عشان ما تفشلش تعمل إيه؟ هتروح تسأل اللي فشلوا قبل كده وتتعلم منهم يعني من الآخر دلوقتي بالعرف المجتمعي الحديث تاخد كورس تاخد دورة تتعلم في دورات في كل حاجة في الدنيا في الأهداف في الحياة في المال في الجواز في التربية في الزكاء في المذاكرة في الإبداع في الابتكار في كل حاجة لو أنت عملت فيها في هلاوي ودخلت يبقى أنت انطبق عليك قانون أنك هتفشل عشان تتعلم من فشلك لكن لو أنت روحت درست وتعلمت هتاخد خبرات الفاشلين لقبليك اللي اتعمل عليهم دراسات وهتكمل عليهم وهتنجح بسهولة فلأن الشعب لم يدرس وقرر أنه هو يجرب بنفسه يبقى من الطبيعي أنه لازم يفشل الفشل ده إيجابي عشان نتعلم منه ونفوق والفشل ده هو اللي خليك تسمع رسالة دي الفشل هو اللي بيخلي الشخص يبحث عن الحل يبحث عن النجاح فبيبدأ يتعلم ويبدأ يقرأ ويبدأ يسأل فبيتطور يبقى الفشل هو اللي بيخليك تتطور يبقى بلدنا لو ما بدأش كل الناس تخلي بالها وتفوق الفشل هيبدأ يزيد شوية لغاية منفوق وبعدين نقوم على رجلينة ونتقدم في حتة مهمة بقى أنت لوحدك لو أنت بتمشي مثلا بتفشل اللي بيحصل إيه أو ما تفشل بتقع على الأرض كل وقع من دي في خلايا بتموت ممكن تتجرح في خلايا بتتقطع وخلايا بتموت أنت بتركز على اللي تعور وبتركز على الخلايا اللي ماتت ولا بتركز على الهدف وبتقوم وبعد كده جرح بيلتأم طبعا بتركز على الهدف وبتركز على نفسك وبتقوم والجرح بيلتأم في الدول بقى الدولة لما تقع في خلايا هتموت يعني عشرة خمستاشر عشرين تلاتين مية هيموتوا ألف هيموتوا على حسب وقعة البلد هيموت عدد من الخلايا المفروض بقى الشعب كله يركز على البلد مهما كان فيه سلبيات ويركز على نفسه عشان يقوم لكن لو بدأ ينشغل ودي الحتة الخطيرة اللي الإعلام بيعملها ينشغل بتضخيم الجرح وتكبيره وتعد تولوي الجنبه هتتشاغم وهتفضل واقع كتير بكرر هتتشاغم وهتفضل واقع كتير أنا عارف إن الموضوع دي مقلمة وعارف إن الموت والدم مقلم واللي بقوله لك ده هو اللي هيخلي الدم يقف لما أنت تطنش اللي بيحصل وتركز على هدفك وتركز على بلدك هو ده اللي هيخلي البلد تقف لكن ده مش معناه إنك تبقى حزين ومتقلم للي ماته وتواسي أهالي الضحايا لكن وإنت مركز على هدفك وبتسعى بالطريق الإيجابي والطريق الصح اللي يوصلك ليه في أبحاث كتير اتعملت على قوة الفكرة وانتشارها ما بين الناس والأبحاث دي بتقول إن الطاقة والفكرة لما تكون في عقل واحد الكون كله بيسعى لتنفيذ الفكرة دي للشخص ده لأن الكون مأمور بأمر الله سبحانه وتعالى إنه يخدمك مسخر ليك وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منها طيب لو الفكرة دي في دماغ اتنين سرعة تعامل الكون كله مع الفكرة وسرعة جري الأحداث لتنفيذ الفكرة بتبقى أعلى بكتير أعلى إزاي بيقولوا واحد زائد واحد تربيع يعني لو واحد طقته مية وطقت فكرته مية الكون بيسعى بالقوة بتاعة المية دي علشان يحقق له هو الفكرة دي طيب لو في اتنين كل واحد فيهم طقتهم مية معتقدين اعتقاد وكل واحد طاقت فكرته وطاقت إيمانه وطاقت اعتقاده مية إيه اللي بيحصل الكون بيسعى بقوة عشان يخدمك وينفذ لك الفكرة دي بقوة مية زائد مية تربيع يعني كام ينفع كده خرجتين عن المود مية زائد مية تربيع كام يا راجل تاني مية زائد مية تربيع يساوي كام مية زائد مية متين متين تربيع يعني أربعين ألف يبقى لو واحد عنده قناعة الأحداث كلها والكون كله بيخدم القناعة دي وبيجري ينفذها بقوة مية ده مجازن طبعا يعني لو فيه اتنين قوتهم مية الكون بيجري بقوة وبيسعى لتنفيذ القناعة بقوة أربعين ألف وهو ده السبب اللي الشرع بينها إنك لو حلمت حلم وحش تحكيه لأنك لما تحكيه هيدخل عقل شخص أو اتنين فهيبقى سرع التحقيق أعلى بكتير وبالتالي إيه وهتحكيه وأنا اتكلمت في حلقة قبل كده عن الأحلام على اليوتيوب لو عملت سيرش على الأحلام هتلاقيها إن شاء الله المهم يبقى كل مكان الشخص في فكرة يقينية كل ملكون بدأ يتآمر عشان ينفذها طب لو الشعب لو البلد الناس كلها متشأمة وجواهم أفكار سلبية إيه لا يحصل أيوة مصيبة يبقى لازم كلنا نعمل اللي علينا طالما مش في إيدي أعمل أي حاجة فيزيكال دلوقتي يبقى لازم أنا كفرد أعمل اللي علي على الأقل وأنا في البيت أعلي الإيمان بالله وأعلي يقيني بإني اللي جاي أحلى عشان ده يحصل في حتة مهمة كمان لما أنا أتخيل الصورة الذهنية زي الحلم كده لما أتخيل الصورة بتاعة اللي أنا عاوزه يحصل وأنا متأكد ومؤمن إنه هيحصل ده بيسرع جدا من حصولها تاني لما أنا أشوف صورة ذهنية يعني أتخيل اللي أنا عاوزه حصل وكون مؤمن إنه ربنا سبحانه وتعالى هيخليه يحصلي ويتحقق سرعة تحقيقه هتبقى أعلى بكتير لأن الخيال دعاء والمشاعر آمين تسريبك كده من كورس قوة كلمة والتفكير الخيال دعاء والمشاعر آمين لما أنت تتخيل شيء كأنك بتدعيه لما مشاعرك تعلى كأنك بتقول آمين وبالتالي لما تتخيل شكل البلد بقت جحيم والدنيا يبقى فيها مشاكل وإنت قاعد مرعوب وخايف كأنك بتقول يا رب البلد تبقى جحيم آمين ولما تتخيل البلد بقت جنة والدنيا كلها بقت راحة والناس كلها بتحقق كل أحلامها وأهدفها وإنت حاسس براحة وشعور كده بإيجابية عالية جدا كأنك بتقول يا رب البلد تبقى جنة آمين خلي بالك آمين اسم فعل بمعنى استجب لما أنت تتخيل شيء عشان كده الناس اللي بتخاف من شيء بيحصل ليه؟ لأن اللي بيخاف معناها صورة ذهنية في خياله مع مشاعر عالية صورة للي هو خايف منه مع مشاعر رعب عالية كأنه بيقول يا رب تحصل آمين ودي ربنا علمه لنا بصورة عميقة في قصة سيدنا يعقوب عليه السلام لما خاف على ابنه سيدنا يوسف حصل اللي هو خايف منه رغم أنه نبي طبعا رغم أنه نبي لأن دي سنة كونية ربنا وضعها في الكون اللي بيخاف من شيء بيحصله مركز على شيء صورة ذهنية مشاعر طلعة قوية هتحصل لك نبي مش نبي أنت طبقت القانون هيحصل لك وسيدنا يعقوب اتعلم منها والمفروض احنا كمان نتعلم منها فالأهل اللي بتخاف على أولادها خلي بالها والناس اللي بتخاف على بلدها خلي بالك المفروض تكون مطمئن مش خايف أنت مطمئن ومركز على الصورة اللي أنت عايزها ومؤمن بربك سبحانه وتعالى واعرف أن الخوف لا يمكن يجتمع مع إيمان في قلب واحد لأن الإنسان الخايف في اللحظة دي بيكون إيمانه هرب أو إيمانه أقل جدا أول ما تعالي الإيمان الخوف يهرب اللي اتنين ما يجتمعوش مع بعض أبدا والخوف فيه سوء ظن بالله وربنا قال أظنين بالله ظن السوق عليهم دائرة السوق فانتبه من الخوف وخلي دايما كل حياتك إيمان وكل حياتك ثقة ويقين وتفاؤل علشان اللي أنت عايزه يحصل يمكن أن أعمل حلقة على اليوتيوب لو عملت سرش هتلاقيها اسمها كيف تدعو الله لكي يستجيب اسمعها بروآن كده إن شاء الله يا رب تفيدك وتخلي حياتك جنة ودعائك يستجيب أسرع بإذن الله طيب هسألك سؤال هل في شيء مع الله مستحيل قول لا عاوز اسمع صوتك بصوت عالي قول لا هل في شيء مع الله مستحيل بصوت أعلى قول لا ما لكش دعوة بالله حواليك حتى لو سمعوا صوتك في شيء مع الله مستحيل أيها كده لا ركز تاني يقولها بروآن تاني في شيء مع الله مستحيل أيها كده لا تاني في شيء مع الله مستحيل بكل كيانك وبكل عروقك وبكل ذرة في جسمك لا تاني في شيء مع الله مستحيل لا علي صوتك عالي صوتك أكتر في شيء مع الله مستحيل لا مع الله كل شيء ممكن كل شيء علي إيمانك ده قوي عشان ربنا ينصرك كفرد في حياتك وأسرتك تبقى كلها معاك فربنا ينصرك كأسرة في حياتك وبلدك كلها معاك فربنا ينصرك كبلد في حياتك ودولتك كلها معاك فربنا ينصرك كلك كدولة في حتة مهمة عاوز أقولها بقى إن علماء الطاقة برضو بيقولوا الإنسان اللي طاقته سلبية مستحيل يحصل له حاجات إيجابية لأن طاقتك مختلفة مع طاقة الحاجة اللي أنت عايزها فأنت لازم تكون طاقتك متساوية مع طاقة الحاجة اللي أنت عايزها فالحدث اللي أنت فيه لو حدث سلبي مثلا لو أنت خليت طاقتك من نفس درجة الحدث السلبي هيستمر وهيزيد وهيقعد يكتر لكن لو أنت خليت طاقتك مختلفة عن طاقة الحدث السلبي اللي أنت فيه هيتنافر وهيبعد ولله ربنا قاله في القرآن بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إله راجعون بقوا ريئين عادي أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون محدش هيعرف فيه يخلي طاقته مختلفة عن طاقة المشكلة إلا ما يكون متعلق بإله الكون ساعتها يكون متطمن وهيرتاح automatic كل اللي حواليه هيختفي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم مش أنا قلت لك من شوية لو الفكرة والصورة الذهنية أو الخيال بقى في أكتر من عقل سرعة الكون كله بتبقى أعلى والقانون واحد زائد واحد تربيع أنا شفتك مستغرب أقول لك معلومة دينية بتؤكد الكلام ده وبتؤكد إنها أعلى كمان من واحد زائد واحد تربيع يد الله مع الجماعة تاني يد الله مع الجماعة لو مجموعة بتدعي والصورة الذهنية اللي هي عيزاها كلهم مجتمعين فيها يد الله مع الجماعة مش بقى واحد زائد واحد تربيع ده إيد ربنا مع كل المجموعة تخيل بقى دلوقتي كام ألف واحد قاعدين في بيته في كل حتة مختلفة وفي كل بقعة من بقعة الأرض بيسمعوا الفايل ده وهيشاركوا معنا في الجلسة وياد الله مع الجماعة اللي بنعمله ده نتائج الأبحاث اللي معمولة فيه والله العظيم مذهلة مذهلة بكل ما تحملوك كلمة من معنى فيه عالمة اسمها لين مكتاجرد عاملة كتاب اسمه كتاب ده من زمان 2004 تقريبا بتتكلم عن أبحاث كتير في المواضيع دي وفيه عالم اسمه وينداير عامل كتاب اسمه قوة النية ومترجم لقوة العزيمة وفيه تجربة النية بتاع لين مكتاجرد بتتكلم عن إزاي النية والطاقة غيرت في أحداث بلدان كتير لما مجموعة من العلماء اجتمعوا وبدأوا يتخيلوا ويطلقوا طاقة سلام وطاقة أمان للبلد دي وغيروا أفكارهم وقناعتهم وآمنوا بأن ربنا سبحانه وتعالى هيحقق ده البلد الأحداث فيها قلت جدا وبقت أروع وأحسن ده لنعمله إن شاء الله مع بعض في الجلسة بإذن الله في حتة عايز أقول عليها فاكرين قصة الثلاثة من بني إسرائيل وده حديث نبوي اللي كانوا ماشيين وحصل مطر فدخلوا غار وبعدين المطر الزائز دات ففي صخرة تحركت وراح تقفل باب الغار اللي هم فيه قعدوا يحاولوا يضغطوا على الصخرة ويخرجوا يحاولوا يزقوا فيها محدش عارف حركها عملوا إيه؟ ركزوا بعمق كل واحد فيهم بدأ يدعي ربنا بالأعمال الصالحة هو الدعاء إحنا بنتكلم هنا من ناحية علمية بقى هو الدعاء بالأعمال الصالحة بيعمل إيه؟ أنا النهاردة عملت عمل صالح زمان في يوم الأيام ودلوقتي أنا في مشكلة فبديع ربنا بالعمل الصالح ركز معاي كده اللي في مشكلة ساعات بيتخض من المشكلة ويقعته سلبية فلما يبدأ يفتكر العمل الصالح اللي عمله من قلبه بضمير قوي وبإخلاص لله طاقته بتفضل زي ما هي؟ ولا بتتقلب بوزيتف؟ أيوة الطاقة بتتقلب بوزيتف بتتقلب إيجابية من نفس طاقة العمل اللي أنت عملته فبتسرع من سرعة إيجابة الدعاء أنا النهاردة مثلا لما تخيلت لما تخيل حد كان عنده مشكلة كبيرة وأنا دخلت من فضل الله ساعدته والراجل حالته اتغيرت أو الشخص ده حالته بقت رائع جدا وكان مبسوط وطهير من فرحة لو أنت في مشكلة وتخيلت ده أوتوماتيك الطاقتك هتبقى إيجابية وبالتالي لما تدعي الدعاء سرعة إيجابته بتبقى أعلى والقصة واضحة لما كل واحد فيهم من التلاتة بدأ يتخيل اللي هو عمله وبدأ يدعي من قلبه قوي بدأت الصخرة تتحرك 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 لغاية ما خرجوا كلهم نتيجة الدعاء بالأعمال الصالحة يبقى عشان تشارك معنا في الجلسة لو أنت ما عندكش عمل صالح أو عمل خير أنت عملته في يوم الأيام انزل فورا النهاردة اعمل حاجة خير قوي وانت من جواك طاقة وحماس ومتخيل قد إيه ربنا سبحانه وتعالى شايفك وقد إيه راضي عنك اعمل العمل ده ويكون حاجة حلوة قوي لقريبك لأصدقائك وانتبه الأقربونة أولى بالمعروف حاجة جميلة حاجة تخلي لقدامك سعيد فرحان اعملها علشان بالعمل ده هتشارك معنا في الجلسة لما نبدأها ان شاء الله في حاجة تانية مهمة قوي انت عارف انك لما تعد تتخيل البلد جنة وقسرتك سعيدة وجيرانك سعداء انت عارف ان انت كده بتدعي لهم وأسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب وفي رواية تانية ما من دعوة أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب ده حديث نبوي أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب يعني انت كده بتعمل الدعاء سريع جدا هو غائب مش موجود الشعب مش موجود أهلك مش موجودين وانت من قلبك بتدعي لهم وخلي بالك بقى كل حد بيدعي لحد في ملك بيرد ويقوله ايه ولك مثله يعني لما انت تدعي البلدك والشعب بلدك بكل شخص في البلد ملك هيرد ويقولك ولك مثله شفت روعت ربنا سبحانه وتعالى عشان كده بقولك الجلسة دي مفيدة للبلد ومفيدة جدا لكل شخص هيشارك فيها معنا كل شخص هيشارك هيشحن كل يوم بعدد أفراد البلد طاقة بوزيتف وملايكة هترد تقولك ولك مثله أقولك حاجة أروع لما انت تحس بالراحة بعد الجلسة الجلسة دي هتعملك فورمات لكل الطاقة السلبية هتحس بعدها انك مرتاح جدا وفي غاية الراحة النفسية وعملت فكر تعمل ايه عشان مستقبلك الراحة اللي انت حسسها دي لو حمدت ربنا عليها ربنا وعدك لئن شكرتم لأزيد انكم وعدك انك لو شكرت ربنا على حاجة هتزيد تمام وانا عامل نوت اسمها اشكر واستمتع بالحياة وحلقة كنت عاملها مع احمد يونس على القهوة برضو شوفها على اليوتيوب اشكر واستمتع بالحياة من كل اتجاه دي كانت مقالة لما انت تشكر ربنا على اي شيء ربنا هيزوده خلي بالك بقى لو انت مغمض وكلنا مع بعض في الجلسة مغمضين ومتخيلين شكل البلد بالحالة اللي احنا عايزينها وشكل حياتك واسرتك وكل الشعب وتحمد ربنا على الخيال ده ربنا هيزوده لما تحمد ربنا على خيال ربنا هيزود الخيال ولما الخيال يزيد هيبقى واقع ولما يكون الخيال من آلاف المشاركين هيبقى واقع بمنتهى السرعة احنا بنعمل حاجة لا تتخيل قوتها قد ايه وصدقني يمكن دي مش اول مرة نشارك فيها احنا من اول ما الثورة قامت في مصر بنعمل كل ما الاحداث تزيد جلسات متواصلة وكل مرة واسأل كل اللي شاركوا قبل كده كل مرة بنعمل جلسة بتلاقي الاحداث بسرعة بقت اهدى والدنيا تزبطت عايزين بقى نركز قوي عشان كل الاحداث دي تقل وتبدأ بقى نتائج الجلسة اللي هي الاخيرة الايجابية تظهر اكتر من تكرار عملها على فترات متعة بعد ان شاء الله ازاي تشارك في الجلسة واحد حاول تقعد في مكان هادي مريح وانت لابس لبس مريح ما يكونش فيه في المكان ازعاج وما يكونش اللبس مدايقك اتنين احرص انك تخلي اكبر قدر ممكن من البيت ومن عيلتك يسمع الرسالة الصوتية دي ويشارك معك في الجلسة اقعدوا مع بعض في شكل دايرة او اقعدوا مع بعض على الكراسي او اقعدوا مع بعض اي وضع الاعداء ممكن تكون قعدة اليوجا للناس اللي عارفين اليوجا او الاعداء اللي هي اللي بنعودها في المسجد وانحنا قديم منصلي مثلا للمسلمين اللي قاعد بيصلي بيبقى قاعد قاعدة مستربع كده وقديك زي ما يكون بيدعي حضطها على رجليه او قاعدة مريحة على كرسي ساند ضهرك زي ما انت عايز الوضع المريح اعمله بس يوسط ساعة انت بقاعد ما تبقاش نايم مع ضهرك يعني الجلسة لها ملف لوحده بحيس كلنا هنتفق على معاد محدد كل الناس في كل حتة في العالم هتشغل الفايل في نفس التوقيت بتسمع نفس الحاجة مع بعض وبتتخيل نفس الخيال مع بعض عشان نساهم بقوة في تحقيقه اسرع معاد الجلسة بنحدده على الصفحة عندي على الفيسبوك هتلاقي اللينك بتاعها موجود تحت الفيديو لينك الجلسة تحت الفيديو ولينك صفحة الفيسبوك تحت الفيديو كل ما اعمل اعلان عن الجلسة بنجمع فيه بحط المعاد اللي هنعمله فيه في الغالب هيكون الساعة 12 بالليل ولكن ساعات بنغير المعاد عشان فيه ناس بتاعب تصهر فانا احتمال اغير فيه قريب ان شاء الله المهم ان المعاد اللي هنعلنه في الصفحة على الفيسبوك هنشغل فيه كلنا نفس الفايل كل مرة هعمل الاعلان هنشغل نفس الفايل بتاع الجلسة هيكون فايل صغير مدته خمس داية عشر داية كتير ساعات الناس بتسعال لو احنا هيبقى في فايل الجديد لقى هو نفس الفايل بنفس الصور الزهنية كل ما هنكررها هتتحفر عندنا في العقل الباطن وهيتبرمج بيها العقل الجمعي بتاعك كل المشاركين وبالتالي هتعمل اكبر تأثير ممكن بعد فترة ان شاء الله في حتة عايز اقول عليها بقى ان علماء الطاقة بيقولوا ان الشخص اللي طاقته ايجابية في اول مراحل الطاقة الايجابية يعني بيبقى طاقته اعلى من 4000 الى 6000 واحد سلبي يعني كل واحد بيشارك معانا في الجلسة بتاقته والقناعة بتاعته بتاعدل 4000 واحد قناعته سلبية فكلما نزود اكبر عدد ممكن من الناس كلما التأثير بقى اسرع واقوى بكتير يعني احرص دايما على ان يبقى فيه اكتر عدد ممكن من الناس والاصدقاء والقرايب بيشاركوا في الجلسة عشان التأثير بتاعها بإذن الرحمن الرحيم يبقى اعلى واقوى ونشوف النتائج سريعة ان شاء الله انوي وانت بتشارك في الجلسة انك تبقى بتعمل جزء من اللي عليك لبلدك وجزء تقابل بيه ربك يوم الايامة يقوله يا رب انا كنت مشارك بقوة في حاجة زي كده ولسه في حاجات تنين المفروض تعملها ان شاء الله انت هتبقى عارفها بعد كده وهتاخد بالك منها لما وعيك يعلى ولما تبدأ تنتبه لمستقبلك وتركز انك تعزل نفسك عن الاحداث وانك تحط اهدافك وتنوي انك تحققها وتبدأ من النهاردة باللي في ايديك تتحرك عشان تحققه هتعرف ان في كتير المفروض بتعمله لبلدك مش انك قاعد تستاني الاحداث او قاعد تتفرج ع التليفزيون او قاعد تشوف الاخبار صدقني متابعة الاخبار بالصورة اللي هي عليها دي بتشحن الجسم وتدمر المجتمع بصورة غير متخيلة ومذهلة وبشعة بكل المقاييس ابدأ من النهاردة بقى ركز ع نفسك وحط خطة لو انت ياللي بتسمعني بقيت ناجح كل البلد هتنجح لان لو كل اللي بيسمعني ينفذ بلدنا هتقوم لان البلد قايمة على الافراد زي ما قلت قبل كده مش قايمة على التمني ومش قايمة على الانتظار يالله دلوقتي جهز فايل الجلسة اسمعوا حتى مرة عشان تعرف بيتم ازاي وتقوموا مستعد لي واول ما نعلن على الساعة كلنا بإذن الرحمن الرحيم هنكون في نفس الوقت وربنا سبحانه وتعالى معنا يا رب نساهم في رفعة بلدنا وفجعلها أروع وأحلى مما نتخيل ويا رب نساهم في رفعة العالم ونشر السلام والإيجابية في كل بقاء الدنيا أشوفك يا رب بقى الف خير أحمد عمارة